الناس اللي بتاكل كتير الناس اللي عندها ربما ارتجاع ارتجاع في المريء او اللي عندهم مثلا حصية ده فوق وده تحت تخيل بقى الاتنين لما يسمعوا على بعض لو عنده الاتنين ده يتحسن ازاي الكحة بتاعته تروح ازاي مهما يقضي له علاج المرضى بتقول أنا مستعجلين ده ممكن المريض بالليل يتصل بي يقول لكحة لسا ما راحتش اقول لهم تفكرني ساحر ولا حاجة المشكلة الكحة دي بتطول مع كل الناس حتى اللي بيجي له دور برد تلاقي المزار كلها راحت إلا الكحة والعيال الكحة دي عرض من الاعراض الغلسة بمعنى ايه انه ولا بينام ولا بينام اللي معاه لا انا بالنسبة لي مثلا ما يجي لي دور برد تلاقي طول يوم ما بكوحش اجي في وقت الهواء تلاقي الكحة ايه انا اديت مرة محاضرة بس في مؤتمر على الكحة والتوتر النفسي تخيل يعني انت متخيل توتر نفسي في العيلة يعني ممكن توصل لمشاكل وخناءات لانه ممكن الطفل ما تحسنش بالاخص في الاطفال لانه الطفل لو ما تحسنش ممكن القب بيتخاني قولي انا مش قولتك يوديه للدكتور وبتاعته قوله والله وديته ومع ذلك الكحة موجودة ودائما بنصح يبقى الدكتور ده مش كويس اه يقولك الدكتور ده مش كويس عشان الكحة مراحتش وبعدين لما تيجي بعدها مثلا باسبوع مثلا تقولي الكحة لسه مراحتش او لا انت عملت بالنصائح اللي انا قلت عليها انا ديته علاج اه انه ما تقولي انا ما قدتش غيبه من مدرسة طب انت متخيل طفل بيكوحه طول الليل وعنده نازلة شعبية وكمان عنده حزاسية اوكي طيب ده بزمتك يعني يروح المدرسة اقول لها انت وخلاص ياخد الدكتوراه تقولي ما هو عشان الواجبات وانا انا عارف والله وستات كتير المصريات بيعانوا اللي بتكوصهم لو بتشتغل وبتودى الطفل للحضانة وعنده حساسية مش عارفة تعمل ايه هتقعدوا في البيت ازاي طب هي دكتور هي الكحة المفروض في الطبيعة بتعود قدي لما يكونوا صاحبا لدور برد خلينا نتكلم في الوضع الطبيعي لو نازل برد هو ما تلات ايام انا اقول لها لما يجي له كخحة اه كخحة خفيفة انما لو هو عنده حساسية شديدة لان فيه علاجات معينة بنيديها الفترات الانتكاسة زي ما بقول وفيه علاج بمشيها عليه لازم يمشي لان حتى الطفل الصغير الرضيع طب خلينا دكتور ندي نصيح عامة للامهات كده اللي معهم اطفال لان دي ظاهرة طبعا بيكون منتشرة جدا معنزول الاطفال بقى للمدارس ودلوقتي فيه امتحانات والكلام ده كله طبعا اول حاجة يعملوا ايه اه واحد اتنين تلاتة كده اول حاجة لو عندي اولا طفل او حتى كبير في السن او شاب وعنده حساسية او عنده سد شعبية مزمنة او عنده لازم ياخد تطعيم الانفلونز نعمل اللي عندنا الاول في ايه امتى من السن فاول شهر عشر فاول الشت اول خريف يعني اول خريف فاول شهر عشر لو المعدة فاتني ممكن ناخدها في وقت تاني ممكن ناخدها وممكن ناخد كمان على اول شهر اربعة برضو مع تقلبات الربيع شهر عشر شهر اربعة بالظبط اغفر ان عندي مريض لا ده عنده مناعته ضعيفة مناعته ضعيفة يعني في الجهاز تنفسه نفسه او جنرال يعني مناعة عامة زي اللي عنده سكر ومش متحكم فيه ما بياخدش علاج بانتظام بيأكل ومش همه حاجة بيقولك لا انا مش مشكلة كل ده الناس اللي عندهم وظائف الكلا متأثرة عندهم فشل كلوي بيغسلوا اللي عندهم فشل في الكبد اللي بياخدوا علاج الأورام اللي عندهم أورام كل دول بيبقوا عرضة للإنفلوانزة والالتهابات الرئوية أكتر من غيرهم ده ما ياخدش بس تطعيم الإنفلوانزة لا ده ياخد تطعيم للتهاب الرئوي هو فيه موانع دكتور أصلا لما ياخد التطعيم ده ولا اي حد ممكن ياخده لا اي حد ممكن ياخده الا اذا كان حساس للبيض شوية مش عارف ايه لانه مرة واحدة في السنة مرة واحدة في السنة بس التهاب الرئوي بتاخد كل أربع سنين والحياة مهمة جدا يعني لازم نوه عليه لأنه فيه دكتور كتير بينسوه لما أنا لو بيجيني مريض الرئة بتاعته ضعيفة وعنده مرض مزمن فيها كويس عنده تمدد عنده سدة وعنده كل شوية بيجيله التهابات وبخاف ان يحصل للتهاب رئوي أو مريض حتى لو شاب ولقيته انه سنتين وارا بعض بيجيله التهاب رئوي يبقى إما الميكروب قوي إما حتى عنده حطة ضعيفة في الرئة ممكن تيجي في تفسي الحطة بس لازم يكون فيه بوادر عشان أخذ التطعيم ده وبالتالي ده آه ده لا أقوله لا 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 لازم يكون لي بوادر لازم يأخذ تطعيم للتهاب رئوي ده مهم جدا جدا وكتير جدا جدا بيغفل عنه وبينسوه